واضح يا برج الجوزاء انه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لاني بشوفك متضايق كتير واخد جنب ومنعزل وما بتكلمش حد وحاسس انك متضايق جدا فانت شايف انه انه الحبيب رافد يكلمك رافد يتواصل معك ومش عايز يتفاعل معك وزعلان اوي صراحة فعلا الحبيب متباعد واخد جنب ولكن هو بحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه او بيحب العلاقات المتعددة او في طرف ثالث بينكم لانه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لا تحت يمكن تكون انت بتتعامل مع شخص فنان او ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحان لانه بشوفه هو حاليا رافد العلاقة معك صراحة ومش عاوز يتكلم معك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح انه للحياة لانه هو في الحقيقة زعلان اوي بس هو عنده مشاعر اتجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطالع من العلاقة دي ومشي فقايز يكون في بينكم نوع من انواع الخداع فحقيقة انا بشوف انه الشخص ده يعني مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان اه لان الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعرهم الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قداموا او الناس اللي معهم هم حيعملوا ايه ونويين على ايه وبيكونوا يعني في ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب اقولك انه الشخص ده هو حاسس انه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس انه في شيء فيه الخداع هو متهيق له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه متل اخبط او في فوضى عنده اه في افكاره اه لانه مبين عندي انه يعني الشخص هذا في عنده اكتئاب لانه في ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الامور زي ما هي وبلاش اه يعني المصطلح يعني بلاش تحبك اكتر كذلك في ورقة اجيته بتقوله خد وقتك تفكر انت عاوز ايه اه عشان تغتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك في كارت اجاه تاني بيقوله انت لازم تفكر انت عايز ايه وانت ولازم يكون متأكد من المشاعر ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي انه الشخص هذا هو شخص مكتئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طالع لك انت يا برج الجبزاء انه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته بشان يحسن ياخد القرار المناسب فانا اللي شايفها انه انت متباعد عنه انت اضع معاه والشخص دا في الوقت الحالي انت متغاز منه كثير ومتدايق منه وزعلان عليه وبصراحة مبين عندي انه انت بدك تتخانق معاه اللقبة كبيرة الورقة بتقول انه انت زعلان منه كثير وبدك تضربه وتتخانق معاه تصرخ في وشه يعني كذلك جايك ورقة بتقولك حب نفسك اكتر لانه مبين عندي انه انت ما بتحبش نفسك يعني كثير يعني بتدي الناس اكتر خصوصا لما بيكون عندك مشاكل يعني ما بتهتم بنفسك وبصحتك مضبوط لهيك الورقة بتقولك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي مشان المشاكل ما تأثر عليك في الطالع والنازل وطلع لي كمان يا برج الجوزاء انه في عندك كارت في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس وممكن في هذه الفترة هادي تكون انت عم تخروج عم تأدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الاماكن ولكن انا شايفك ولكن انا شايفك في الكروط هادو انه انه في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي انه انت والشخص ده روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني بتيش دبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيتوا مع بعض او لا مبين عندك انه يعني في الجداب لالكون ولكن عندي وراء بتقول انه انت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة انك تمشي تخانض او تضرب او انا ما بعرف يعني الطاقة هادي يعني طاقة انك بدك تخانق بدك تضرب بدك تترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون انك انت بتكلم ناس تانيين يعني عشان تبين له انه في ناس تانيين في طاقات والورقة بتقولك انت لازم تحافظ على طاقتك لانه استعمال الطاقة في ما صارها الصحيح هو الشي اللي راح يخليك تحصل على الشي اللي بالذكية لهذا عندي وراء بتقولك انت لازم تغير شوية من طريقتك لانه انا شايفك انت لا تريد ان تتغير يعني مش عايز تتغير او حتى مش عارب تتغير فانت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء انه عندي وراء بتقول انه انت مش يعني ما بتحب نفسك بس مش بتحب نفسك بالطريقة الصحيحة كذلك انا شايفة انه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته واضح عندي انه الشخص هذا نسحب من هاي العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص دفي عنده رفض في شغله في هاي العلاقة فهو بفكر في علاقتكم في الاوقات في الكلام اللي كنت بتحكوه على السوشيال ميديا اه وهو حاسس انه كأنه طلع من من شغله فيها خداع في العلاقة هاي وكأنه يعني بيقول الحمد لله اني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه الف شكر ده احساسه في الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا احساسه وفي الحقيقة عندي وراءة بتقول انه هو بيفكر فيك وبحبك وهذه الشغلة اللي لا فتت نظري الشخص هذا بيحبك بيحبك كتير هو مختفي بس بيحبك بس بيحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفاه خايف انه يقرب انا مش عارفة الاسباب يعني انتو ادرى فهو خايف انه يقرب يحصل خداع تاني هو اصلا مش عارف يكلمك او ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط اه اوراق و اه مش عارف شو يعمل في الحلاقة هايدي فنبين عندي كأنه ممكن يعني سكون انت مستأوي القلب عليه قايز يعني او حتى ممكن انت بتتواصل معاها روحيا او جسديا فنخلي نخلي الشخص هذا اه مخضوط يعني خايف فعندي هنا انه انت غامض مش عايش يقول له ايه اللي بيحصل اه ايه اللي اللي حاصل كذلك انت متضايق جدا ومتخاز ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني ماذا ام انت متضايقه الشخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا مبين عندي انه راكد يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة انه شايل انه خرج من علاقة كم فيها خداع و ضموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وباغي يركز في روحانياته اكتر وعاوز يدرسك وعاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفل ويعمل حاجة لهذا فهو محتاج انه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه ففعلا هو تصحب من العلاقة يعني هو مطلعش مرة واحدة هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى وفي الحقيقة ما طلعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قابل معاك وما بيردش بصراحة انت شايف كأنه مديك وشي خشب عايز اشوف لك الشخص هذا اذا مخادع ولا لا استنوا حقيقة الشخص هذا هندي ورقة مش مخادع الشخص هذا مش مخادع كأنه كان لابس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خالف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فأنا حمحاول شوف إذا في حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص منك انت يا برج الجوزاء فعندي الورقة انه هو مش مش عايز ياخد خطوة عشان فيه ثلاث سيوف قدامه فقايز يعني فغالبا يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص أم أسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بيناتكم في حقيق طالع نازل هيك سفودني اي حد فيكم ففي الاغلب الطرف الثالث قيم من ناحيتك يا برج الجوزاء لانه انت اللي محتاج تحب نفسك تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذي فعندي هنا برج قلو برج الاسد والعدراء والتور وبرج الحوت برج الاسد او القوس واحد منهم فممكن تكون ابراج ثانية مش مبينة عندي لانه اكتر شي مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فانا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة انك هتمر بمرحلة انفصال او مرحلة هتكون فيها متداق فغالبا ايه اللي هيحصل اه انتم اللي اتنين هتكونوا حسين بوحدة او من ناحيتك انت بالاكتر فالشخص بك انه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان ذعلان متداق فلو كنتوا مش منفصيلين فممكن يعني انتوا في الشهر الده يعني ممكن انكم مش هتتكلموا حيكون فيه شعور بالزعل والحزن بينكم انتوا اللي اتنين انا شايف اكتر انه هيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء فانا شايفك يا برج الجوزاء انك متراض واخذها على صدرك ولكن هيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المتلى وتحب نفسك بصحيح واحد بقولك انه الشخص ده ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فانا شايفة انه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برد النظر يعني الطرف الثالث هو مين فانا ع��دي يا برج الجوزاء انه ممكن إنه تكون دائما لازم تصل إلى وقتك يعني هك معه يمكن عشان تطلع من حالة الاكتسي أب اللي انت بها لاني الشيفك حاسس بالوحدة والانعزال وفي طاقات قشدية ولكن بدون مشاعر فأنا شايفة أنه أنت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تأخذ قراراتك بنفسك وما تخليش المحيطين أكثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك بيين عندي يا برج الجوزاء أنه أنت حكيم في عندك حكمة يعني لأنك رجل عظيم أو امرأة عظيمة فما غينفعش أنه يكون طرف ثالث أنه هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول للنصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده أنه هيكون فيه تباعد وتباعد بسعال يعني في صراحة يعني أنتو اللي اتنين في عندكم إحساس مشترك هو إحساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء أنا بشوف يعني أنه الموضوع في إيدك أنت بصراحة بحن نشوف كروت نصيحة يا برج الجوزاء لأنه بشوف أنه الشخص هذا هو ما حبش يبعد عليك الشخص هذا ما يحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في الفترة هو بشوف في هذا الشهر هذا رح تظلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما رح يعمل أي شيء رح يظل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك بيرقبك وما غير يعمل حاجة يعني ما غير يدير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة مش هيطلعك من دماغه لأنه هو ليس عايزك أنا قلت لك في الأول أنه في برأة عندي واضحة أنه بحبك بحبك أنت فهو غالبا هيختيفي ولكن هو حيبص عليك على السوشال ميديا هو برأبك على السوشال ميديا برأبك على السوشال ميديا بنظر أنه بختفي وأنه أنت حاسس أنه يعني العلاقة انتهت وأنه هو خلاص شالك من حياة ولا الشخص ده ما شارك من حياة والشخص ده بيحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد غنب وقاعد راح يضل عم برأبك في السوشال ميديا هيك فبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه بيتجوز كأنه في علاقة جوز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فراح شوف لك شو راح يصير يا برج الجوزاء بهالي علاقة ثلاتية التانية شو راح يصير ماشي مبين يا برج الجوزاء انه انت هون في هاي العلاقة الثلاتية اللي واضح عندي انه انت ضايع هاي العلاقة الثلاتية وما بين الشخصين وما بين الشخصين هدول نستنى اها يا الهي شو هاد اها هين الشخصين نشوف انت عم تفكر كثير في هاي العلاقة الثلاتية والشخص اللي انت بتحبه كمان بحبك عم بيدعي الله بدنا نشوف يجمعكم عم يدعي الله يجمعكم بسعادة نشوف راح نشوف شو راح يصير اذا راح يتحقق هالشي انا حبيت اتطرق لهي العلاقة الثلاتية كذلك اللي عندي ظاهرة في طاقة ترابية واضحة عندي وطاقة نارية نشوف هاد الشخص هاد بحبك وبيدعي الله يجمعكم مع بعض بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هادي يعني عم يدعي الله وكأنه يائس وبيدعي بيدعي كتير طالي عندك وكأنه يجمع مع الحبيب تبعه يبرج الجوزاء القرار قرارك فانت سواء يا اما راح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبه او راح تضلك بهاي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية فقط يبرج الجوزاء يبرج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الامور كلها بايدك هاي العلاقة التولاتية اللي انا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت بتزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش متاح وانت بتحبه رد النظر انا مش فاهمة يعني يعني ليش يعني كيف يعني افترأتوا عن بعض اكيد في ضرور المهم والنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك افتار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهتم بالناس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي راح يسعدك لهذا بيقولك افتار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء وبيقولك كمان بالورقة انو رغبتك هي بايدك انت فربنا مراكم يا برج الجوزاء والاستشفاء والاستشفاء والاستشفاء